مرحبا مواليد برش السرطان معكم كارمي شماس كيف بده يكون الأسبوع الثالث من شهر أدار مارس من الثانين 15 للأحد 21 أدار مارس بهذا الأسبوع في عنا تغيير بالفصول بتغير الفصل من فصل الشتاء لفصل الربيع شو معناتها؟ معناتها الشمس رح تنتقل من برش الحوت لبرش الحمل أجواء مختلفة بالنسبة لألكم مواليد برش السرطان الأمر يتم بداية فصل الربيع هي يوم السابت 20 أدار مارس الساعة 10 إلى 3 صباحا توقيت العالمي يعني 12 إلى 3 الظهر توقيت بيروت بيسدني للمساء الساعة 9 إلى 3 المساء توقيت سدني إذن يوم السابت تغيير فصول بالنسبة لألكم أنتو موالي برش السرطان طبعا أريح لكم لما الشمس تكون ببرش الحوت بتكونوا مبسوطين بتكونوا مرتاحين بتكون الأمور ميسرة بتكون الأمور سليسة لما الشمس تروح لبرش الحمل نوعا ما بتصيروا بموقع شوي أعلى وشوي أتقل وشوي شوي مرح أقول أصعب لكن في مسؤوليات أكتر المهم التانين والتالتة التانين 15 أدار مارس التالتة 16 أدار مارس الأمور موجود ببرش الحمل لما الأمر بيكون بموجود ببرش الحمل يعني وصلتوا أنتو صرتوا تحت ضوء معين صرتوا تقريبا تحت الأضواء وصار عنكن مسؤوليات وضروري يكون فيه نوع من انسجام بالأمور وضروري أنكم تكونوا عم تشتغلوا بطريقة أحسن وبتكون تحضروا حالكم لأنه تغيير الفصول من سبت وطالع رح يحملكم نوع من ركوزية أكتر ونوع من مسؤوليات أكتر المهم التانين 15 أدار مارس يوم كتير مهم لألكم يمكن فيه بعض التحدي في بعض الشغل وفي بعض المراكز العالية المهمة بالنسبة لألكم لكن ما تنسوا أنه بعدكم مدعومين الشمس من برج الحوت التالتة 16 أدار مارس الأمر كمانا موجود ببرش الحمل حتى الساعة وحدة بعد الظهر توقيت بيروت هذه الفترة كل التانين والتالتة نصف نهار مهمة نوعية الوقت كتير مهم للأشخاص اللي عم بيدوروا على فترة مهمة ودسمة هلأ إذا فيه موعيد رح تحسوا أنه فيه شوية رهبة لكن ما تخافوا التالتة وحدة الظهر بيروح الأمر لبرش الثور هون بخف الضغط كليا كل ضغط التانين والتالتة الصباح بخف الأمر بيصير ببرش الثور الأربعة كل نهار والخميس كل نهار أجمل فترة من أول أسبوع للأحد الظهر هي هالفترة فترة وجود الأمر ببرش الثور فرجاء متضيعوا ارتياح شعور بالراحة شعور بالانفراج شعور بالطمأنيني شعور بالدعى ما نكون لحالكم ما نكون ما تتركين بالعكس الأمور ماشي حالة بطريقة جميلة جدا أفضل أيام الأصحاب الغربة الناس تتفعل معكم إنسان الناس بتحبكم حتى لو أنتم مش ضابطين بسبب أو آخر ما حدا بيشتلق لكل هالأمور بالعكس الكل بيساعد بينما التغيير جذري لما يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد تغيير جذري الأمور بتخف بتبهت الحزوز بتصير بيخة تماما وبتختفي الحزوز هلأ يمكن الجمعة شوي يكون يوم نتفي رايق مش عاطق لكن شوي رايق لكن السبت عشرين قدار مارس ابتداء من الساعة 12 الظهر توقيت بيروت تدخلوا بمرحلة تقيلة وبمرحلة منة سهلة تستمر منموم 24 ساعة بتكون تنتبهوا لهذه الوقت بعرف إنه عبعتيكن أوقات لكن كتير مهمة من السبت من السبت الساعة 12 إلى 3 الظهر توقيت بيروت حتى الأحد 2 و3 توقيت بيروت هيده فترة ضعيفة جدا من أضعف الفترات مش بهذا الأسبوع فقط لكن بكل الشهر تتحسن نتفي الأمور يوم الأحد 2 و3 الظهر لأنه الأمر بيصير ببرشكن هون تقوى المعنويات مجددا بيقوى نابطكن وبتسترجعوا بترجعوا بتستعيدوا الثقة في النفس القوة الدعم والحضور لعنكن وحتى تبلش الأمور تركوا دركض لصالحكن ولألكن الأجواء ولا أروع من هيك مواليد برش السرطان في الأيام اللي قلت لكم وكل شي والشمس موجودة برش الحوت أنتم بأقوى موقع معين الأكثر حظاً هي 16 إلى 22 تموز يولو المزيد من التفاصيل بالأبراج اليومية شكراً لألكن أتمنى لكم أسبوع حلو باي باي